غزوة الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه يريد العمر وأنه رأى رؤيا في منامه أنه دخل مكتا هو وأصحابه آمنين محلقين وقد ذكر الله هذه الرؤيا في كتابه الكريم فقال سبحانه وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فرح الصحابة رضي الله عنهم بذلك وتهيأوا للخروج معه واستنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأعراب من البوادي ممن أسلم ليخرجوا معه فأبطأ عليه الأعراب واعتذروا بأعذار واهية كشفها الله في القرآن قال الله تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة متوجها إلى مكة ومعه ألف وأربعمائة رجل من أصحابه ومعه زوجته أم سلمة هندو بنت أبي أمية رضي الله عنها ولم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه سلاحا إلا سلاح المسافر وهي السيوف في القرب وهي الأغماد وساق معه الهدي سبعين ناقة وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ميقات ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة ولبس إحرامه ولبى بالعمرة وتوجه إلى مكة وصل إلى قريش خبر قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة لأداء العمرة فقالوا والله ما يدخلها علينا وجهزوا كتيبة بقيادة خالد بن الوليد وكان ما زال مشركا لصد المسلمين عن دخول مكة